دشنا سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ مشتل القرم التابع لوزارة شؤون البلديات والزراعة في منطقة توبلي وأكد الوزير لمبارك مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتشجير وزراعة هشجار القرم موضحا بأن الوزارة ماضية في تنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا الخصوص ومضاعفة الجهود لزيادة المساحات الخضراء وأشار المبارك إلى أن أشجار القرم تتميز بمقدرة كبيرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون كما تمثل موئلا حيويا مهم للقشريات والكائنات البحرية وكذلك للطيور بمختلف أنواعها ومن جهته أثنى سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على الجهود التي قامت بها وزارة شؤون البلديات والزراعة لإنشاء هذا المشتد الحيوي الذي يعد رافدا مهما لزراعة القرم في مملكة البحرين والمنطقة مضيفا أن هذه الجهود تتناسب مع خطط المملكة للتكيف مع آثار تغير المناخ انفاذا لالتزامات مملكة البحرين المناخية التي أعلن عنها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر السادس والعشرين للأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن مملكة البحرين اعتمدت سلسلة من المبادرات لإزالة الكربون ومنها مضاعفة أشجار نبات القرم أربعة أضعاف ما هي عليه الآن شكرا